السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال سعيدة بالقاء بكم مجددا في هذا الفيديو حيث سننجز 8 صفحة 47 الصفحة الأولى من درس قياس الأطوال المطر مضاعفته وأجزاؤه مزور de la longueur المتر سميتيبل سميتيبل سبق لنا أن تعرفنا على المتر مع أجزائه يعني الدسيمات والسنسيمتر والميليمتر اليوم سوف نتعرف على وحدات قياس جديدة تسمى المضاعفات مضاعفات والمتر هي وحدات أكبر من المتر نمر للنشاط الأول لنبحث ونتطبق تنص المصابقة على حساب المسافة التي يقطعها المتصابق في 10 دقائق نستعين بجدول وحدات الطول ونحول المسافات إلى المتر در عندي هنا ثلاثة مسافات واحد كيلومتر أربعمائة متر رغم أني آر هنا وحدتين إلا أن هذا كله قياس واحد قياس مفقق 15 هكتومتر 135 ديكامتر كي نعرف من الفائز يجب أن نقارن بعد ذلك سوف نرتب المسافات من الأصغر إلى الأكبر وحدات القياس لم تعطى بنفس الوحدة لهذا يجب أن أحولها إلى نفس الوحدة كالتسهولة علي المقارنة التحويل يكون في جدول التحويل إذن عندنا هنا الأجزاء التي كنا نعرف اليوم سوف نضيفه الدكامتر الهكتومتر والكيلومتر إذن الطفل الأول أحمد واحد كيلومتر أربعمائة متر سأضعه واحد في الكيلومتر أربعمائة متر يعني صفر هنا صفر هنا أربعة ألف وأربعمائة متر إذن سأكسبه هنا ألف وأربعمائة متر الطفل الثاني قطع مسافة 15 هكتومتر سأضعها في الجدول الهكتومتر أضعه فيه خمسة هكذا ثم واحد أريد أن أحول إلى المتر سأكسبه الصفرين وأحصل على 1500 1500 متر الطفل الثالث محمد 135 ديكامتر الديكامتر وادي الخانة أرى بأنه خمسة هي رقم الوحدات ثم ثلاثة ثم واحد كي تصبح عندي نفس الوحدة يجب أن أحول أيضا إلى المتر 1350 ثم أقارن الفائز هو الذي قطع مسافة أطول في مدة قصيرة التي هي عشر دقائق إذن أطول مسافة أو أكبر عدد هنا هو عندي 1400 1500 1300 إذن 1500 صاحبها من؟ هو علي إذن الفائز هو علي نرتب المسافات من الأصغر إلى الأكبر إذن هذه المسافة من الأصغر نرقمها أولاً الصغيرة هي هذه أول ثم الثاني ثم الثالث انظروا طلبوا مني ترتيب المسافات سأرتب هذه المسافات أبدأ بهذه الأولى إلا أنني لن أكتب القياس المحول سأكتب القياس الأصلي إذن 1350 متراً تصبح أو كانت من قبل 135 ديكامتر هذا قياس صغير رمز أصغر بعده 1400 سأكتبها بهذا الشكل الذي أعطي في السؤال كيمومتر وأربعمائة متر أصغر من 15 هكتومتر إذن تبهوا أعزائي أنا أكتب دائماً بالقياسات التي أعطيت في السؤال في البداية أطبق وأتدرب أكتب في كل بطاقة الوحدة الأنسب كيلومتر أو متر الكيلومتر هو وحدة كبيرة والمتر وحدة أصغر منها كما رأينا في الجدول كيلومتر واحد فيه ألف متر ألف متر ارتفاع عمارة ارتفاع عمارة لا يمكن أن يكون بالكيلومتر بل بالمتر طول ساحة مدرسة أيضاً بالمتر فهي مسافات صغيرة نوع الماء على أن تقاص بالكيلومتر لكن المسافة بين مدينتين كطنجة والعرائش فأنا أقصها بالكيلومتر طول مسافة طواف المغرب للدراجات أيضاً الكيلومتر إذن طواف المغرب للدراجات هي مصابقة للدراجات يطوفون حول مجموعة من المدن المغربية وبالتالي فنحن كأننا مسافرون بين مدينة ومدينة سنحصل على مسافة بالكيلومتر نمر السؤال الثاني أكتب كل من القياسات التالية تحت الصور عندي ستمائة كيلومتر مئتاني بالمتر اثنين وأربعون كيلومتر ومئة وخمسة وتسعون مترا والفاني وأربع وخمسون مترا في البداية سنبدأ بهذا القياس الفاني وأربع ومئة وخمسون مترا تتذكرون في بعض التمارين تعرفنا على علو جبل الجبل علوها قمنا بقياسه هكذا عدد من أربعة أرقل درس الآلاف وبالمتر إذن هذا الجبل جبل تضغين يعني القياس المناسب له هو ألفاني وأربع ومئة وخمسون مترا سأكتبها هنا بالنسبة لارتفاع صومعة مسجد الحسن الثاني ارتفاع صومعة يعني ليس ذلك العلو الكبير الذي يقاس بالكيلومتر فهو يقاس فقط بالمتر حقا أنصار عديد مئتان إلا أنها تبقى بالمتر ليست كيلومتر لم أبلغ بعده حتى كيلومتر واحد فكيلومتر واحد هو ألف متر بقي لي ستة مئة كيلومتر وإثنين وأربعون كيلومتر ومئة وخمسون وتسعون مترا هذا القياس أحدهما طول سباقي الماراتون والثاني طول نهر أم الرابع بالنسبة لهذا القياس رغم أنه يبدو كبيرا من حيث الكتابة إلا أنه أصغر من ستة مئة كيلومتر لماذا؟ سوف نحاول أن نزيل مئة وخمسة وتسعين مترا لأنها صغيرة بالنسبة للكيلومتر ويبقى لي اثنان وأربعون كيلومترا وستمائة كيلومتر إذن اثنان وأربعون كيلومترا أصغر من ستمائة كيلومتر إذن عندما يكون عندنا سباق الماراتون ليس هو طول نهر أم الرابع نهر أم الرابع نهر كبير نهر طويل جدا يمر عبر العديد من المدن المغربية يعني وكأننا مسافرون طول نهر أم الرابع وعطيه ستمائة كيلومتر وطول سباق الماراتون هو اثنان وأربعون كيلومترا لم أبلغ ثلاثة وأربعين كيلومترا بل أضفت على اثنان وأربعين كيلومترا بعض الأمطار التي هي مئة وخمسة وتسعون مترا أثبت تعلماتي الوحدة الأساسية لقياس الطول هي المتر نرمز لها بأم منسكول الوحدة الأساسية تكتب هنا في الوسط محاطة بثلاث وحدات على اليمين وثلاثة على اليسار يعني في المجمل جدوى القياس الأطوال عندي فيه سبع خانات واحدة في الوسط ثلاثة يمين وثلاثة يسار في اليمين عندي الأجزاء ديسيمتر سنتيمتر ميليمتر وفي اليسار عندي المضاعفات ديكامتر هيكتومتر كيلومتر نحول بالطريقة العادية فمثلا واحد كيلومتر أضع واحد في الكيلومتر أبحث عن المتر أذهب لخانات المتر بملئ الخانات الموجودة هنا بأصفار إلى أن أتوقف في المتر إذا الأخر صفر سيكون في الخانة المطلوبة التي هي المتر سأحصل على ألف متر كذلك مثلا واحد هكتومتر أضع واحد هنا ثم أبحث عن المتر أتوقف هنا أحصل على مئة وواحد ديكامتر أحصل على عشر متر لم يبقى لأعزائي إلا أن أقول لكم مع السلامة وإلى فيديو قادم إن شاء الله لا تنسونا من الدعم والتشجيع بالضغط على زر الإعجاب زر الاشتراك تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر